حرب أوكرانيا وتبعاتها الدولية جعلت روسيا تتجه نحو عقيدة جديدة لسياساتها الخارجية تقوم على مفهوم العالم الروسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوقع مرسوما بالموافقة على هذه العقيدة الجديدة التي تنص على حماية تقاليد ومثل العالم الروسي فماذا وراء هذه الاستراتيجية الآن؟ وما الذي تريده موسكو أو تريد إيصاله من خلال تعزيزها العالم الروسي؟ معنا من موسكو الليلة المستشارة السياسية في مركز الدراسات الدولية الأستاذة إلينا سوبونينا سيدة إلينا أهلا وسهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار إنها وثيقة السياسة الإنسانية أو معارف بالعالم الروسي ما أهميتها؟ ولماذا تطرحها موسكو الآن في خضم الأزمة التي تعيشها مع الغرب؟ مساء الخير نعم هي عقيدة السياسة الإنسانية الروسية في داخل البلاد وخارجها فهي ليست عقيدة سياسة روسيا الخارجية الجديدة أبدا علينا أن لا نخلط ما بين الأمرين فهي وثيقة تتكلم حول تنشيط دور روسيا في المجال الإنساني لتقديم المساعدات للناطقين باللغة الروسية لترويج الثقافة الروسية المعرفة عن طريق روسيا هذا برأي ما تحتاجه روسيا من زمان لأن هذه العقيدة لها علاقة بالقوة الناعمة الروسية وعلينا أن نعترف أن هناك ضعف معين في هذا المجال في روسيا إلى أي مدى يشعر الرئيس بوتين أن الروس في الخارج بخطر حتى يذهب في هذا الاتجاه يعني حضرتك تقولين أستاذ إلينا الآن بأن هذا الأمر كان لازم يطبق من فترة طويلة لماذا يتخذ القرار الآن بهذا التوقيت لأنه تأخر في اتخاذ هذا القرار والآن هو يراجع سياساته الداخلية والخارجية وكأنه بوتين يريد أن يصحح بعض الأخطاء التي كانت موجودة في الماضي البعيد والقريب فهناك أمور أيديولوجية وأمور متعلقة بقوة نعامة مثلا أنا أرى أن هناك ثغرات متعددة في سياسة روسيا في هذا الشيء وبوتين الآن يريد أن يصحح هذا الأمر لأنه فهم أن الاعتماد فقط على القوى العسكرية وغير كافة في هذه الظروف المعقدة أما بأي درجة هو يشعر بخطر بالنسبة للناطقين باللغة الروسية هو لا يدق نقوص الخطر في هذه العقيدة هو يتكلم حول ضرورة تعزيز المساعدات للناطقين باللغة الروسية والتركيز في شق الإنساني وأقول الحمد لله أن التركيز على الشق الإنساني وليس على الشق العسكري هو فيه تركيز على الشقين على ما يبدو يؤسد إلينا في هذه المرحلة البعض يقول أن موسكو تختار أن تطرق أبواب العالم من باب الثقافة من باب التعليم من باب الحضارات بالوقت الذي تتهم فيه موسكو بافتعال الحرب والدمار في هذه المرحلة هل ينجح الرئيس بوتين بتسويق صورة موسكو موسكو عبر الوثيقة السياسية الإنسانية هذا بتقديركم والله أنا وقت بدأت قراءة هذه العقيدة كنت أخشى أنه سأرى هناك أمور متعلقة بالعملية العسكرية بالقوة العسكرية أو حتى بأفكار الفلسوف أليكساندر دوغن الشهير وهو طرح منذ 15 سنة تقريبا هو طرح عقيدة جديدة لروسيا أو لقوميين الروس وتكلم كثيرا حول إمبراطورية روسية ويقال أنه بعد الأفكار أعتمد عليها رئيس بوتين في اتخاذ قراره لبدأ العملية العسكرية في أوكرانيا ولكن هون والحمد لله أقول لا توجد أفكار متطرفة لهذه الدرجة لا توجد أفكار حول إعادة بناء الإمبراطورية الروسية أو الاتحاد السوفيتي السابق هذه العقيدة هي براغماتيكية وواقعية جدا بطبيعة الحال تقول الوثيقة أنه موسكو أو روسيا تحاول تعزيز صورتها على المسرح الدولي كدولة ديمقراطية ما أهمية نشر ذلك أستاذ إلينا بالوقت الذي تتحدث موسكو فيه عن عالم متعدد الأقطاب خلال المرحلة المقبلة ما أهمية هذه الصورة لروسيا في هذا العالم لهي نفسها من تحضر له نعم أتفق مع هذا التقييم أن بهذه الوثيقة روسيا تحاول أن تتقدم بوجهها نعم وتحاول أن تقول أنها سياستها ممكن أن تكون نعمة أيضا وهناك حديث حول تقديم المساعدات المالية لناطقين باللغة الروسية حديث عن كتاب روس وموسيقيين روس شهرين فضرورة ترويج هذه الأفكار وهذا التراث الروسي هذا ما نحتاجه إليه من زمان فنعم روسيا تريد أن تثبت أنها ممكن أن تشكل قطبا مهما ولكن أيضا أتفق معكم أنه نشر هذه العقيدة واتخاذها قد تزامن إجراء مناورات عسكرية مهمة أنه بطرح هذه الفكرة النعمة روسيا لا تنسى أن قوتها ما زالت تكمن في قوتها العسكرية سيكون من الصعب نشر هذه الثقافة هذه القيام في ظل أيضا تباعد كبير أستاذ إلينا مع عدد كبير من الدول ألا يحتاج أيضا تطبيق هذه الوثيقة وبنودها تقاربا وتمسيقا وثيقا مع دول العالم أجمع ممكن هي أيضا إشارة مهمة أنه في نهاية المطاف روسيا مستعد للتحسين العلاقات مع دول كثيرة ليس فقط دول اللي علاقتها معها جيدة يعني دول أسيوية أو عربية أو إفريقية يعني حتى مع دول غربية روسيا في نهاية المطاف ممكن أن تتفق برأيها وهذه الوثيقة هي تتكلم حول ضرورة تنشيط دور روسيا في مجالات غير عسكرية وحتى هناك حديث مثلا حول رياضة وكثيرين مننا نتذكر كو مونديال في سنة 2018 في روسيا حيثما كانت روسيا قد نجحت كثيرا وأصبتت أنها دولة صديقة لكثير من الدول شكرا جزيلا على المشاركة معنا وعلى قراءتك لهذه الوثيقة من موسكو المستشارة السياسية في مركز الدراسات الدولية إلينا سوبونينا موسيقى